بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اليوم عقدت لجنة دراسة محاور استجوابه رئيس الوزراء اجتماعها السادس وقد كانت الاجتماعات السابقة تدور حول آلية عمل اللجنة والقضايا التي سوف تتابعها وكما تعلم تم استضافة سمو رئيس الوزراء في اجتماع سابق وأبدأ استعداده للتعاون مع اللجنة وجميع الوزراء وأخبرنا أن مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية للتعاون مع لجنة محاور الاستجواب هذه اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وزير الدولة وزير مجلس الوزراء محمد عبدالله المبارك وكذلك المهندس عبد الرحمن المطوع وزير الأشغال وهذا أمر إيجابي أنه يشكل اللجنة المتابعة اليوم اللجنة وجهت أسئلة ما يقارب 20 سؤال لسمو رئيس مجلس الوزراء تتناول ما أثير في الاستجوابين وطلب معلومات وإجابات تتعلق بما أثير في الاستجوابات كذلك قررت اللجنة توجيه دعوات بدءا من الأسبوع القادم الأسبوع القادم وجهت دعوة لوزير الشؤون والتنمية لبحث موضوع البطالة والتركيبة السكانية وقد أثيرت في محاور الاستجواب الأسبوع الذي يليه وجهت دعوة إلى وزير المالية ووزير الدولة وشؤون الجلس الوزراء للرد على الاستفسارات المتعلقة في المبالغ التي لم تورد من قبل جهات حكومية كما جاء في الاستجواب جاء في الاستجواب أننا نعرف 20 مليار لم يؤرد من جهات حكومية نريد أن نعرف إجابة موثقة ونعرف الحقائق في مثل هذا الموضوع وكذلك رأى النواب أيضا إثارة موضوع الثلاث مليارات تسعمية مليون التي صرفت دون سنة قانوني أيضا طلب استفسار وكذلك في نفس الاجتماع الذي سيحضره وزير الذي سنوجه الدعوة فيه إلى وزير المالية ووزير الدولة وشؤون الجلس الوزراء سنقش قضية زيادة تسعار البنزين والكهرباء وأثرهم على المواطنين والحلول التي تراها اللجنة ثم بعد ذلك سنوجه الدعوة لوزير الدفاع فيما يتعلق في صفقة اليورو فايتر الشاهد بدءا من الأسبوع القادم ستبدأ الدعوات تتوالى نأمل أن اللجنة تنهي أعمالها خلال هذه العطلة وترفع التقرير مع بداية دور العقاد القادم ونؤكد أن اللجنة ستمارس عملها بإذن الله المتواصل وستضع الحقائق أمام نواب مجلس الأمة ثم الشعب الكويتي ونأمل كذلك أن ما تعهد به سمو رئيس الوزراء نجده حقيقة من خلال عمل اللجنة شكرا لكم في الجانب الآخر بصرح عن قضية أخرى إذا يمكن أدعو وزير الصحة دكتور جمال الحربي بأن يواصل الأصلاح في وزارة الصحة لأن كما علمنا أن بعض المسؤولين السابقين الذين تم إقالتهم والمتورطين في ملفات كارثية ما زال نفوذهم واسع في الوزارة فندعو وزير الصحة دكتور جمال الحربي أن يسد الشواغر الموجودة في الوزارة بتعيين كفاءات لأن وضع وزارة الصحة الآن في ظل هذا الفراغ القيادي الوزارة قاعدة تمشي بالتكليف ونحن نعلم أن التكليفات أكثرها يديرها من أخرج من الوزارة لذلك على وزير الصحة أن يستكمل إشغار هذه المناصب وتعيين القيادات في المناصب وأن يختارها وفق معايير الشفافية والنزاهة هذا أمر الأول الأمر الثاني في القطاع التمريضي عليها أن يلتفت للقطاع التمريضي وأن يوقف العقود المشبوهة في القطاع التمريضي وأن يتأكد من وجود بعض الأطراف في الوزارة تتلقى أموال أو رشاوة من الممرضين أو الممرضات وأنا أعني العقود المشبوهة أو العقود التي عليها ملاحظات هي عقود الممرضين والممرضات التي تسمى جلب وتشغيل الجلب والتشغيل هذه عقود ابتدأت فيها الوزارة من السنوات الأخيرة وسببت مشاكل كثيرة في الوزارة لأن الشركة تأتي بالممرض والممرضة وتعطيه راتب ما يقارب من 300 إلى 350 دينار بينما الممرض الذي أتى عن طريق الوزارة بعقد جلب فقط يأخذ 700 دينار هذا التفاوت الهال أوجد مشكلة وأوجد بعض الممرضات من غير كفاءة وأنا أقول لوزير الصحة عليك أن تلغي مثل هذه العقود المشبوهة وأن لا تسمح يمارسة أي ضغط وأن تعيد الاتزان وتواصل تصحيح إجراءاتك في وزارة الصحة فترة الصيف هذه فترة تصحيح عمل ليست فترة غياب رقابة علماً بأن لدي معلومات سأباشر توجيه الأسئلة قريباً حولها هذا أمر الأمر الآخر أنا اتفاجأت أن كادر التمريض في الكويت في 25 ألف ممرض وممرضة الكويتين منهم فقط ألف ممرض وممرضة لذلك على وزير الصحة الآن أن يبادر إلى تقديم كادر خاص في الممرضين والممرضات الكويتيين وأن يحفز الممرضين والمرضات وأبناء الكويت وبناتها للتوجه لهذا العمل لأن هذا القطاع قطاع حيوي في الأزمات لا قدر الله والكوارث لا يبقى في الكويت إلا أهلها والمخلصين ما ننكر دور الآخرين لكن وجود أبناء الكويت في هذا القطاع هي قضية مهمة وخطيرة وأعيد رسالتي لوزير الصحة أخذت إجراءات بإبعاد قيادات لكن الفراغ الآن يخدم هذه القيادات وعملك مراقب في الفترة القادمة شكرا شكرا